انا عارف انك بزلت تطبيقات كتير قوية علشان تقدر تحصل على بسورد الواي فاي ولكن انت ملقتش اي حاجة حتى كمان انت بحثت على جوجل ازاي اكت تحصل على كملة جوجل الواي فاي وانت برضو ما وصلتش لأي حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي تعرف بسورد اي واي فاي موجود على جهازك او جهاز زميلك نبدأ الشرط يلا كده يلا بينا انت لو دخلت كافيه انت واصحابك ونزلت مشاريب وبعد ما تيجي تنزل مشاريب تيجي تفتح الداتا بتاعة التليفون بتاعتك ما تلاقيش داتا خالص او ما تلاقيش شبكة انت محتاج بها انك تربط الواي فاي اللي موجود بالكافيه علشان تقدر تتصفح انت رد او تقدر تفتح الفيسبوك طبعاً له يضاف عليك خدمة فوق الخدمات المشاريب اللي انت نزلتها انت واصحابك دلوقتي تقدر تعرف باسورة الواي فاي انت بتضرب بس ما تيجي تافض باسورة الواي فاي على اي تليفون من صحابك تقدر تعرف الباسورد الاصل للروتر دونما تعرف الباسورد الخاص بالريديوس او السيرفر اللي عم بيهو لك صاحب الكافاتيريا علشان تدفع عليها الرسوم يلا بينا كده نبدأ الشرح مع بعض اول حاجة نعملها ان نستخدم التليفونية طبعاً نستخدم تليفون الايفون واستخدم تليفون السامسون بتاع النواة الاندرويد والاي او اس نبدأ مع بعض كده بالاندرويد اول حاجة انت بتنزل الشاشة بتضغط عندك على علامة الواي فاي ضغطة طويلة لحد ما يفتح لك الاعدادات اللي انت شايفها دي اضغط بس عندك على علامة الترس اللي موجودة ومن هنا بيحولك على حاجة اسمال QR كود اضغط عليها ضغطة كده هيقولك هنا الصورة بتاعة البر كود اللي هو اتخاص بالواي فاي انت كل اللي عليك بس بتضغط عندك على كلمة حفظ الصورة او بتاخدها سكرين شات اضغط بس عندك على حفظ الصورة وبعد ما تيجي تحفظ الصورة كل اللي عليك بس بتروح عندك على طبيق جوجب اضغط عليه ضغطة كده وبعد كده بيفتح معاك الوجهة اللي انت شايفها دي اضغط بس عندك على علامة الكاميرا اللي موجودة في الجنب ضغطة واحدة كده عليها وبعد كده بيحولك عندك على الصور بتاعتك الخاصة بالجهاز احنا بس كل اللي علينا ان احنا بس نعطيه الاذن ان هو يعرف الصور بتاعتنا ومن هنا بتروح عندك عندك الكيو الكيو أركود اللي احنا نسخناها او حفظناها على التليفون كل عليك بس بتضغط عليها ضغط كده وبتبقى انت تحدد العلامة دي او هو حددها لك بشكل تلقائي وبعد كده تنزل تحت كده شوية قالك اسم الشبكة وده كلمة المرور الخاصة بالشبكة في طبيع الاندرويد او جوجل او في الهاتف الاندرويد طيب دلوقتي اللي احنا معنا بقى ايفون كل علينا نعمل ايه طرق بس عندك على تليفون ايفون تنزل تحت كده بالاشعارات وبعد كده بتضغط عندك على العلامة الواي فاي وطرق تاني على الواي فاي وتروح عندك على الاعدادات كل عليك بس بتروح عندك على العلامة الاي او الانفورميشن اللي موجودة جنب رسم الراوتر بتاعمك دلوقتي بضغط عليها ضغطة كده وعلى طول بيقول لي كلمة السر هو على طول هياخد مني كلمة السر بياخد بصمة الوجه او بتكتب الباسورد بتاعك وبعد كده بيظهر باسورد الواي فاي الخاص بالتليفون دلوقتي انت كده استخدمت او ظهرت باسورد الواي فاي الاصلي الخاص بالراوتر يعني مش انخاص بالنظام السيرفر يعني كفاتريات دلوقتي بتعمل بنظام سيرفرات او نظام ريديوس بحيث انك تيجي لازم تدفع الكارت تقريبا علشان تخش تعرف الباسورد الواي فاي وتقدر تصفح الانترنت او حتى يكون معاك باسورد الواي فاي الخاص بالبيب بتاعك وانت كمان مش عارف اسم الباسورد او مش عارف الباسورد انت تقدر تعمل استرجاع للباسوردات بابسط واسهل الطرق اللي انا مش رح طالب دلوقت وبكده مش رح انتهى اتمنى يكون مش رح عجبك ياريب ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة دمتم بخير مع السلام